قلق الروسي من الوجود الامريكي في العراق بدأ من خلال تصريح الخارجية الروسية على لسان وزيرها سيرغي لافروف حينما قال ان موسكو تعتقد ان الوجود الامريكي في العراق اخذ في التصاعد بغض النظر عن تصريحات المسؤولين الامريكيين حول انسحاب تدريجي من العراق وهي ما تعتبرها موسكو تصريحات مبكرة لواشنطن المخاوف من البقاء الامريكي طويل الاجل في العراق لم يقتصر على روسيا بل وصل الى شركائها في الشرق الاوسط واسيا الوسطى هكذا تصريح موسكو التي تمتلك اكبر قاعدتين عسكريتين في سوريا وتصارع حاليا لتضع قدما لها في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا وعلى عكس التصريحات الروسية فان الادارة الامريكية اعلنت عبر سفيرها في العراق دوغلا السليمان ان الاشهر المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا لعديد القوات الامريكية في العراق لكن ذلك لا يعني انسحابا كاملا من البلاد وتركز امام الامور للقوات الحكومية بحسب ما صرح به نائب وزير الخارجية جون سوليفان الذي قال ان بلاده لن تكرر خطأ الانسحاب الكامل من العراق متذرعا باستمرار خطر تنظيم الدولة رغم اعلان هزيمته الكاملة على لسان حيدر العبادي بجانب ذرائع اخرى مثل تقديم المشورة العسكرية للقوات الحكومية ذرائع مشابهة للذرائع الروسية الموجودة في سوريا فالوجود الروسي جاء لمقاتلة ما سماه الارهاب واسناد قوات النظام والحفاظ على وحدة الاراضي السورية بحسب تصريحات المسؤولين الروس فتلك التصريحات لا تعكس ما يجري على الميدان بأي حال من الاحوال يتبادر الى الاذهان تساؤل مفاده هل واشنطن وموسكو على ابواب صراع قريب على تقاسم المنطقة الواقعة بين العراق وسوريا يدرك الامريكيون والروس ان دخول اي منهما في تقديرات ورهانات متسرعة قد يجر المنطقة الى دورة صراع جديدة اذ ان التوتر بين الادارتين حول مصير منطقة شرق الفرات والمناطق الحدودية بين العراق وسوريا قد بلغ اشده لسيما بعد الانباء التي تحدثت عن مقتل المئات من المرتزقة الروس بغارة يعتقد انها امريكية في سيناريو متكرر لضرب مصالح موسكو عبر ضرب حلفائها كلما اقتربوا من حدود العراق اي منطقة النفوذ الامريكي